وقفنا إن إحنا لازم ناخد من ضمن الحاجات اللي الطفل بيحبها والحاجات اللي الطفل بيحبها دي مش مقصود بها الألعابه بس لا في حاجات كده الأطفال الصغارين صغارين أوي يعني هتلاقون بيحبوها وبيكونوا متمسكين بيها جدا بدون أسباب واضحة يعني لا يمكن أقول لكم القايمة يعني القايمة مفتوحة يعني الأطفال اللي هم في عمر شهور تحديدا يعني هتلاقون مثلا ممكن بيحبوا أوي مثلا غطى اللي هو كفر مثلا موبايل قديم عندهم ده مهم أو علبة ملح فضية كده وانت مرة رحتي فتحها وحطتي له فيها حاجة كده وقفلتها بإحكام جدا خلي بالك وبقى لما الطفل يمسكها تعمل سوق دي بالنسبة للطفل مهمة جدا اللي انت فاكرها مش مهم إجمالا اوعوا تفتكروا إن في حاجة مهمة للطفل مهما كانت غريبة إنها مش مهمة في السفر لأن ده ممكن يتوقف عليه حالته المزاجية في أوقات كتيرة جدا من السفرية دي لازم نحط حاجات الطفل كلها في شنطة منفصلة ما تحطوش حاجة الطفل في شنطتك في شنطتك أنت كأم أو شنطتك كأب أو شنط إخواء لازم حاجة الطفل السواء في شنطة منفصلة يعني هدومه وغياراته وكل تفاصيله بقى اللي احنا قلناها دي بعيد عن حاجتنا وده السببين السبب الأول عشان نقدر ناخد معنا كل حاجة ناخد معنا كل حاجته لأن لو ألزمنا نفسنا بمساحة معانا جوا شنطة أصلا هتلاقوا نفسكوا بتختصروا أو بلغة بقى الكاميرات بتمنتجوا كده حاجات أو بتستغنوا عن حاجات وده غلط خدوا شنطة بتاعت الطفل ده أول سبب إنكم ما تطنشوش حاجة والسبب الثاني عشان نقدر نوصل لحاجته بسهولة يعني أحيانا حاجة الطفل الانتظار بقى مع الطفل صعب قوي لو بيعايت ولا بتاع فمش هتقعدوا بقى تفتحوا شنطة كبيرة وتقولوا الله ده هنا حاجتي لا ده هنا حاجة بابا لا ده لا خليه شنطته افتح طلعوا الحاجة على طول نيجي بقى للمرحلة التانية احنا كل ده في مرحلة الاستعداد للسفر المرحلة التانية هي مرحلة السفر شخصيا بقى السفرية نفسها وانا قصدي زي ما قلتلكوا رحلة السفر لازم يكون معاكو في وسيلة السفر سواء كانت عربية أو قطر أو أوتوبيس أو طيار ها تأم ملابس إضافي بالغيارات بتاعته تأم ملابس كامل بالغيارات لازم يكون معاكو أكتر من حفاظة لازم يكون معاكو كريم الوقاية بتاع الالتهابات تمام بتاعت الحفاظات يعني تمام لازم يكون معانا مناديل مبللة اللي هي الوايبس دي ومبللة بالمية مش بالكحول تمام يكون معانا كياس صغيرة يكون معانا مية شرب إذا كان بيرضع طبيعي يبقى حضرتك تكون مجهزة مستلزمات الرضاعة في مكان خارج المنزل يعني ايه؟ يعني تلاقي كل الناس اللي بيرضعوا طبيعي مثلا وكانوا برا البيت فبتلاقي فيه حاجات كده بتتبعها تلاقي حاجة بتتلبس كده تلاقي الأم تلبسها وبتغطي منطقة الصدر وأثناء ما الطفل بيرضع مثلا يعني وتكوني عاملة حسابك ولابسة لبس مريح وهكذا ده لو بيرضع طبيعي طيب إذا بيرضع صناعي لازم تكوني جاهزة بالبيبرونات والمية واللبن والمية تكون معمولة مش تكوني جاهزة بالرضعات لا ممكن بالبيبرونات أو الرضعات لو كانت المسافة سويرة ومعاد رضع يعني إنما أهم حاجة تكون المية معمولة على درجة حرارة مناسبة ومحفوظة زي ما قلنا في إناء من اللي بيحفظه الحرارة سواء الأزايز أو الترمس أو الكلام ده كل في وسيلة السفر برضو لازم يكون معاكي قماشة لحماية كتفك من القشط لو بتردعي طبيعي أو حتى صناعي يعني لازم تكوني حتى حاجة كده على كتفك عشان وانتي بتردعي ممكن الطفل يقشط وطبعا إذا كان فيه إمكانية لإيقاف وسيلة السفر أثناء عملية الرضع ده بيكون هايل يعني لو بيستفرين مثلا بعربية تكل خاصة أو معاك وعربية تبعك ويعني أو كده إذا ما أمكانش غلاص مش مشكلة إنما يفضل قوي إن الطفل وهو بيرضع يكون وسيلة السفر دي ما بتتحركش أو تكون متزنة يعني زي الطيارة مثلا أو كده لازم كمان يكون معاكي بطنية أو جاكة احتياطي للطفل وانتوا في وسيلة السفر آه وسائل تسلية معاكوا حاجة تسليه ما تقولوش اللعبوا في الشنطة انتقي كده حاجة أو اتنين معاكي في الشنطة الخارجية بتاعتك في السفر بالسيارات ممنوع الطفل إنه يععد في المقاعد الأمامية خالص كرسي السيارة المخصص للأطفال ده بيتباع هو وسيلة الجلوس المثالية أنا عايز أقول لكم إن فيه بلاد زي الولادة المتحدة الأمريكية مثلا لما الأم بتروح بقى تجري عملية الولادة بتولد الطفل ده ما بيخرجش من المستشفى إلا لما بنوريهم الريسيت أو الإيصال بتاع كرسي العربية أنتوا مش متخيلين أهمية الموضوع بر يعني لا الطفل عايزين نخرج بقى مش هيخرجوكوا في الولادة المتحدة لازم يبقى فيه الإيصال وعايز أقول لكم بقى في حد بيطلع من المستشفى بيشوفوكوا بتعرفوا تركبوها لا لا في العربية أنتوا متخيلين المسألة فيها إيه؟ لأن فيه خطر كبير جدا ليه؟ الأعدى المثالية طبعا لما بتثبت الكرسي الوضع المثالي إن الطفل يبقى ظهره للي بيسوق يعني يوشه ناحية شنطة العربية أنا ليه بقول ممنوع إن الطفل يقعد في الكراسي الأممية أو بتا ممنوع إن الطفل أصلا يقعد أمام أمام أي مكان في العربية فيه وسادة هوائية اللي هي الإيرباج ممنوع وطبعا أنا في الإطار ده بعلق على إن أنا بشوف وحضراتكم بتشوفوا حضراتكم وأنا مش أنا الوحدي بتشوفوا إياما بنشوف منظر الحقيقة في منتهى الخطورة ومنتهى القبح يعني إن بلاقي حد سائل عربية وحطت ابنه الصغير قدامه معاه يعني على الدينكسيون وغالبا بيبقى يا الأب يا الجد يعني أنا بلاقي الجدود بيعملوا الحركة دي ده غلط غلط كبير جدا غلط عليكم يعني غلط على حضرتك وغلط على الطفل وغلط على اللي حواليكم في الشوارع أرجوكم ما تعملوش الحكاية دي تمام في السفر بالسيارة برضو ممنوع على الأطفال إنهم يلعبوا في الأزرار يعني مثلا زرائر الشبابيك أو الأنوار الداخلية أو كده في السفر بالقطار أو بالطائرة لازم نقعد في مقعد الأطفال بيكون متوفر في الطائرات يعني كرسي بتاع الأطفال زي كده كرسي الأكل بتاع المطاعم بتاع المخصص للأطفال عايز أقول لكم بس حاجة عن موضوع الطائرة إن فيه كلمة عايز أقولها لناس كتير قوي بتخاف إنه يقولوا إيه ابننا الصغير ده أو ابننا الصغير دي هيركب الطائرة ده إحنا لما بنركب طائرة بيحصل ضغط في ودنة وكلام ده كل الموضوع عند الأطفال مختلف وكل ما كان الطفل صغير كل ما مش هيحس بحاجة يعني تأثير الضغط على الأزن عند الأطفال في حالة السفر بالطائرة الكبار غير الأطفال خالص تمام؟ لأن الأطفال عندهم قناة ستاكيوس أو عظام الأزن بشكل عام مرنة فما بتتسدش الحكاية دي بتحصل لنا عشان نتيجة انسداد قناة ستاكيوس فبنتطر بقى إن إحنا نمضغ لبان أو نقعد نبلع رقنا كده أو بتاع لغاية ما زي ما بيقولوا إيه الموضوع دي يفوك ما تقلقوش الأطفال ما بيحصل لهمش الحكاية دي أوي يعني بتبقى طفيفة جدا إذا كان في فرق توقيت بيننا وبين المكان اللي إحنا مسافرين له فلازم نراعي ده لإن الطفل مش هيزبط على الموعيد الجديدة قبل ثلاثة يام على الأقل فخلوا بالكم يعني من الحكاية دي ما تتوقعوش إن إحنا راحين في فرق توقيت 8 ساعات ولا 9 ساعات ولا 6 ساعات إن الطفل بقى هينام فجأة وده ما فيش كلام هو هيفضل جاي بالنظام بتاعه اللي جاي بيه من مصر خلاص؟ دي نقطة أو اللي مسافر بيه من الدولة اللي هو فيها خلاص كده؟ وفي الإطار ده عايز أقول إن فيه تطبيقات دلوقتي بتتعمل على المناخ بتقول لنا درجات الحرارة واحتمال سقوط الأمطار ويعني الحقيقة حاجات كويسة جدا ده كان موضوعنا الأولاني في حلقة النهاردة واللي خصصناه عن السفر أو تجربة السفر مع الطفل الأول مرة